مبارح كان فيه لقاء مهم عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من القامات والمفكرين والسياسيين وده من الحاجات الحلوة جدا ونهج جديد انتاجته الحكومة وبدأت بالفعل في تطبيقه الحقيقة لقاء زي ده بيبين رغبة الحكومة في الاستماع لأفكار وآراء النخب في كل القضايا اللي بتهم البلد سواء داخليا أو خارجيا وده خطوة إيجابية وخطوة مهمة جدا بتفتح باب النقاش للي عايز يساعد الحكومة انها تاخد قرارات مناسبة تخدم مصالح الشعب ده غير طبعا ان الجلسات دي بتعمل نوع من انواع التوعية للناس بتعرفهم الحكومة بتفكر في ايه ليه خدنا هذا القرار اي طريقة بتفكر فيها الحكومة في اي موضوع معين لازم الناس تكون عارفاها فده من شأن هذه الجلسات ان يتعرف الناس طريق التفكير الحكومة والخطوات للحكومة بتتخذها في كل المجالات وفي كل القضايا والمشكلات اللي بتوجه يعني فعلا اللقاءات دي مهمة ويمكن خليني اقول انه ده مش اللقاء الاول كان فيه لقاء كمان قريب جمع ما بين الدكتور مصطفى مدبولي مع شخصيات عامة ومفكرين قبل كده وكانوا متخصصين في مجالات مختلفة زي الاقتصاد الثقافة الاجتماع بس اللقاء ده كان مختلف شوية بيعتبر جلسة كده تخصصية لانه ركز على القضايا السياسية وكمان تطرق لقضايا كبيرة زي طبعا الانتخابات الامريكية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام هيبقى عامل ازاي وده يعني بيورينا الحكومة مشغولة بكل ما بيدور على الساحة العالمية وانعكستها وتأثيرها علينا لان احنا مش منعزلين عن العالم احنا بالفعل كل الاحداث دي بتأثر علينا خصوصا اننا دلوقتي في مرحلة اقليمية ودولية مليانة بالتحديات وبتستدعي التفكير الجماعي كمان رئيس الوزراء اكد انه مفتح على كل الاراء والانتقادات وده في حد ذات ورسالة قوية جدا بمعنى ان ما فيش مشكلة الحكومة ان هي تسمع للناس حتى النقد طالما ده هدفه الصالح العام وده اللي اكد عليه رئيس الوزراء خلال اللقاء لما قال انه مهتم يسمع كل الافكار وكل الاراء حتى الانتقادات لان الهدف هو تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية وده خل المفكرين يشكروا رئيس الوزراء على الفرصة دي خاصة ان هم او ان ده بيساعدهم ان هم يعبروا اكتر عن اراءهم بوضوح طبعا اللقاء خليني اقول شمل مناقشات كتيرة جدا ركزوا في الجلسة على محور السياسة الخارجية والاوضاع الاقليمية وكمان بعض الاضايا الداخلية زي الانتخابات البرلمانية اللي جاية احتياجات بعض الشرايح في المجتمع يعني صنح حميدة من الحكومة انها تسمع لكل الاراء وفي الحقيقة احنا محتاجين نشوف ده وده من الحاجات اللطيفة قوي اللي احنا يمكن شفناها امبارح مرة تانية من صبح لحضرتكم اهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر